اكثروا اللايف ده في اي موقع الليلة الليلة يوم البل اي زول اللايف ده وصلوا وفتح اللايف معاه عليك الله لو بتصلي اقرالينا بقوله هو الله واحد وقول اعوذ برب الفلق او اقربين بصورة والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمقيرات سبحا فاسرنا به نقعا فوسطنا به جمعة وبعد ذلك طوالي اختملين الصور عشان تحضر احضر اللايف ده وصلي وادعو ربنا شبحانه تعالى لو دعيت ربنا سبحانه تعالى بالصور بطوال الصور او بقصار الصور كلها ماشى لله سبحانه تعالى واي مؤمن واي مسلم سوداني وسودانية موجود على مستوى الخرطوم على مستوى المدني دعواتك اليومين دي المستجابة ارفع يدك لله سبحانه تعالى وقل ربنا ينصر الجيش السوداني وادعو ربنا سبحانه تعالى وامسك حزبنا الله ونعم الوقيل وقتل الاستغفار وادعو للجند السوداني وأدعو للناس اللي استجهدوا وأدعو لأخوانكم الآن الموجودين في معسكرات النازحين وأدعو لأهلكم في دارفور الليلة يوم النصر والليلة يوم الفرحة والليلة الحمد لله رب العالمين التحمنا والتغينا الحمد لله رب العالمين مع أخواننا في كرري والتغينا مع أخواننا في المهندسين والتغينا مع هيئة العمليات والتغينا مع أخواننا العشر شورا نحن ما قادرين نقابلهم ولا قادرين نلاقيهم ولا قادرين نصليهم عبر الطرق كانت وعرة والقناصين المزروعين في المناطق والمزروعين في كل المواقع الحمد لله رب العالمين الليلة تم بلهم وتم حلهم وديناهم لرب العالمين والليلة دخلنا الجرارات للمهندسين ودخلنا المؤن والغذاءات للمهندسين ودخلنا جنودنا البواسل للمهندسين حمد لله رب العالمين الناس التغى الجمعان والتغى الحمد لله رب العالمين الجيش السوداني والتغى المسلمين السودانيين والتغوا هيئة العمليات مع المهندسين والتغوا نسكرني مع المهندسين واتباقوا مع بعض واتقالدوا مع بعض ورجعوا ذكرياتهم والحمد لله رب العالمين رجعتهم درمان الكاكل أخضر ليوم التحية اخواننا رسلوا اللايف وجدعوا اللايف ده في كل المجموعات والله الليلة يوم الفرحة وقصم بالله العظيم بكينا فرحا وغسما عظما بكينا فرحا الليلة بالانتصارات التمت وبكينا فرحا الليلة الحمد لله رب العالمين بعد سمعنا بالبشريات للليلة كلها خير والآن شيء قال على مستوى الخرطوم على مستوى الدرمان اتصالات داخلية لحد الآن العالمي ما اتصر يعني الليلة ما يجيني واحد من بت من حل يقول لي يا أخي انحنا والله لحد الآن اتصرنا وجدنا التلفونات قافلة التلفونات فاتحة والتلفونات خاشة الآن مع أخوانا في كرري وطمنونا الجنود وطمنونا قوات العمل الخاص لهم التحية والحمد لله رب العالمين زارك النصر من الله زارك البشريات من الله سبحانه وتعالى وربنا نصرنا وربك كعبة اخصم بالله العظيم انتصرنا اخصم بالله العظيم انتصرنا اخصم بالله العظيمة لاقينا اخصم بالله العظيمة الجرارات الآن تدخل على المهندسين وباللين الهوانات بلالعيش وبدوا يدباقوا الليل على مستوى دارفور عبر موسى هلال وعبر المجرمين بتاعينهم في إدارات الأهلية وقالوا لا بد من تقيف الحرب نحن منقول لهم تقيف الحرب بحالتين فقط تسريح الدعم السريع تسريح أي هوان مرتزق تسريح المجرمين ويمشي أهلهم يقلعوا منهم السلاح ويمشوا لأهلهم كمواطنين عاديين تسريح أي مرتزق بإذن الله سبحانه وتعالى حلهم نهائيا وبعد ذاك إن شاء الله وخروجهم من بيوت الناس وخروجهم ومحاسبة المفسدين منهم ومحاسبة غياداتهم عبر القانون وبعد ذاك نحن نقول لهم إن حلوا ينبلوا ويمشوا لي رب العالمين ما عندنا لكم أي حاجة غير ذلك ما هذه حاجة يسمى تقيف الحرب الليلة بدوا خلاص في إقاف الحرب وبدوا دارين يجرموا الجيش السوداني عبر الناس اللي مبارح اطلعوهم ورفعوا رسينهم أخوانا في قوات العمل الخاص وأخوانا الجيش السوداني والمجاهدين والمستنفرين في بعض الناس قالوا هم متفلتين رفعوا رسين الدعامة وبعد طلعوا رسين الدعامة الليلة طوالد باكوا هناك في دارفور مسهلال مشى اجتمع مع الإدارة الأهلية وقال لهم لا بد من تقيف الحرب ونحن نقول لهم ده ما أهوان من موت أخونا استشعاد أخونا الخميسة ببكر الوالي ولاية غرب دارفور ما أهوان من ذلك ما أهوان رسين الدعامة الهوانات المجرمين العحباش القبضناهم مبارح وجعبين رسينهم ده ما أهوان على موت أخواننا الموجودين على مستوى المسهلات في دارفور ولا أهوان على الناس الحرقوهم أحياء ولا أهوان على البنات اللي اختصبوهن وهي الواحدة في شهر في عشرين يوم من وضوعة ما أهوان من ذلك ولا أهوان من الناس اللي قتلوهم من الناس المرضى والناس اللي كانوا موجودين على مستوى درمان وتم تعذيبهم في السجون ما أهوان من ذلك الناس اللي قاعدين يتباكوا وقاعدين يتجاروا على المجتمع الدولي والبتكلم عن إنه الناس اللي قطوا عرسينهم عشان بعدين تبقى محاسبة في المجتمع الدولي في الغانون الإنساني أنا بقول لهم دير ما أهوان من ديلك ولا أبشع من الجرائم العملاء الجنجويد على مستوى أهنى في دارفور ما هو أهنى على مستوى أود مدني ولا على مستوى الخرطوم عشان كده عادي جدا درجة تتفعل طبيعية جدا وعادي جدا قاعدة تحصل الآن في غزة الناس الناس التي يتباكوا عن المجتمع الدولي وقاعدين يتكلموا لنا عن القانون الإسلامي الاتباكوا على أخواننا في غزة وأهنى في غزة والبنات الموجودات في غزة والحرائر في غزة والأطفال في غزة يقاعدين يرجموهم بالصواريخ وقاعدين يرجموهم بالفسور بالأسلحة الممنوعة المحرمة دوليا وبالموت الجماعي قاعد يحصل أكثر من ستين ألف غتيل على مستوى ليلتين أو ثلاثة ليلات فقط ليالي فقط أكثر من ستين ألف غتيل برضو مسلمين وبرضو عندهم دولة وبرضو عندهم بحسوا بالألم وبرضو عندهم أبناء وعندهم أخوات ما في زوال قاعد يتباكى عليهم ولا المجتمع الدولي قاعد يتباكى عليهم ولا الأمم المتحدة قاعد يتباكى عليهم نفس الحاصل ده حصل لنا من الجنجويد قتلوا مننا الآلاف ما في حاجة بتخلينا انه ما نقطع رسينهم يقطع رسينهم والله يقطع راسك ضحى صحيح انه في بعض الحاجات بتمثلنا ان احنا كقيم وبتمثلنا ان احنا كدين اسلامي صحيح بتمنعنا انه ان احنا ما شهر بالقتل ولا شهر برسين الهوانات لكن انا بقول لهم رسينهم ذاتا ما حق كفاية ولا بيموت فطيس ان احنا بالنسبة لنا كفاية ان احنا قايتنا اكبر من ذلك والاستهداف اكبر من ذلك ان احنا مستهدفين من كل الدول مستهدفين من دولة الشر والحد الان عندها اربعة بنود عندها اربعة محاور وعندها اربعة يعني هن يدور في البندة الاول الناس ذي البندة الاول يزقاط الحكومة في ثلاثة ساعات البندة التانية يحاولوا انه بقدر ان كان يجرموا الجيش السوداني عندهم دارين بقدر ان كان يجيبوا لنا البندة السابع دارين يجيبوا البندة السابع لكن نقول لهم والله هي هياتها هيات الليل الجيش السودان انتصر والليلة أخونا الكباشي أنا جايك أخونا الكباشي ليك التحية شمس الدين الكباشي الآن في بحربيط والآن موجود في كوستي فعلا تماسيح بعربيط بعد الليل تلاقوا سود الجبال مع تماسيح بعربيط خلاس طوالي أنا أعلنت الإنتصار أعلنت الإنتصار كباشي يجي من بور سودان يتحرك لحد كوستي بيكل أريحية وبيكل حرية وبيكل الحمد لله رب العالمين تجاوب كبير جدا من تماثيه بعربية ورفع للناس مع نوياتهم وأخونا البرهان مثلا للدبة الشمالية وديل قياداتنا نحن الآن لا فيه في شوارع ولا فيه الآن مع الجنود السودانيين ولا فيه الآن مع المواطن السوداني ديل قياداتنا نحن منعرفهم ديل القيادات منعرفهم ونحن ديل القيادات منعرفهم عشان ما يجينا واحد من بت ومن حل أمسال الربيع عبد المرعم ويجي يقول لك أنتوا قاعدين تدفع الناس بتقول لهم يا أخي حتمشوا الجنة ومعارف الشهادة أنت ما تجي تستشهد قاعد تدعو الناس بتكلم عن عبد الحي يوسف بتكلم عن القيادات الوطنيين القاعدين يتكلموا ويدابعوا وهم علماء الآن موجودين على مستوى العالم ومطاردين هناك ربنا قال أزن للذين مش أزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ربنا قال للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أخرجوا بغير حق وأخرجوا عبر الهوانات والمجرمين والخوانة التي كانوا موجودين في قوى الحرية التقيير لكن نقول لهم الآن داعم أساسي ودافع أساسي للناس الآن الموجودين على مستوى الحرب البكاتو دير أبنائهم وكلهم مجاهدين تعال أنت غاتل جيب حميتي خليه غاتل جيب عبد الرحم دقارو خليه غاتل جيب مسهلال خليه غاتل جيب أي زول داعم جيب برمناصر خليه غاتل جيب مريم الصادق خليه غاتل جيب الزولة الاسم خليه غاتل احنا ما عندنا مشكلة في ذلك أبنائنا الآن قاعدين موجودين في الغتال أولاد عمنا الآن موجودين في الغتال أولاد أخواننا الآن موجودين في مواقع القتال ومتقدمين الصبوف الآن دل خلاهم الليل الحمد لله رب العالمين نلتحمه اقسم بالله العظيم أخونا لغمان لك التحية وأخونا لغمان نزل ربنا سبحانه وتعالى يبوي أفضل مقعد على مستوى الفردوس الأعلى ويبوي أفضل الحوريات ربنا يجيك سبعين حورية بركة من صلى وقال لي رب العالمين وبركة رسول الله وبركة كل الأنبياء والصالحين أخونا لغمان الفتح لنا المهندسين واتدخل أول الجرارات في المهندسين نزل ربنا سبحانه وتعالى اتقبلوا مع الشهداء والصالحين والصديقين وحسنوا لائك رفيقة بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه بدموا الطاهر فتح الليلة لناس المهندسين وفتح لهم الحمد لله رب العالمين ودح كلها من بشريات النصر بدأت تلوح في الأفق الحمد لله رب العالمين جاءتنا البشريات من مدني مباشرة الارتكازات الآن في كل حي والمارتكازات الآن موجودة على مستوى المواقع السياحية الموجودة على مستوى المدني وفي الأسواق الآن منتشرة والحمد لله رب العالمين الليلة أمدرمان نطفة تماما أمدرمان نظيفة تماما الخرطون بدأت تنظف تماما والمدني بدأت تنظف تماما الجنجويد الآن الموجودين على مستوى دارفور اقصم بالله العظيم كلهم الآن أصابهم ورسالة المائية وكلهم الآن اقصم بالله العظيم جاهم الارتخف العصب السابع وكلهم الآن اقصم بالله العظيم يرجفوا كل الجنجويذ الموجودين الآن على مستوى السودان يرجفوا لأنه جاتهم طامبة وجاهم الجيش السوداني وجاهم الشعب السوداني وجاهم المقاومة الشعبية كل ما يوم في ازدياد وكل ما يوم بحماس جديد وكل ما يوم مع نوياتنا في السماء فوق والنسوان معنويات في السماء فوق وفرحتنا الآن في السماء أقسم بالله العظيم انتصار كبير انتصرنا انتصر الشعب السوداني على تزعى دويلات انتصر الشعب السوداني على دويلة الأمارات انتصر الشعب السوداني على دويلة تشاد انتصر الشعب السوداني على دويلة سيوبيا انتصر الشعب السوداني على دويلة الجنوب السودان انتصر الشعب السوداني على الولايات المتحدة الأمريكية انتصر الشعب السوداني على روسيا انتصر الشعب السوداني على منظمة فانقر انتصر الشعب السوداني على الزول المجرم الاسم فولكر انتصر الشعب السوداني على الإطار والخيالة والخيابة الوقعوها والحرية التغيير انتصر الشعب السوداني على حمدوك الهوان انتصر الشعب السوداني على أي زول كان ناوي الشرب للشعب السوداني وكان بنويب المكروه للشعب السوداني لأنه قرينا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حزبنا الله ونعم الوكيل قريناها بحق وحقيقة وصلينا بحق وحقيقة ودعينا الله بحق وحقيقة وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الليلة نصرنا الليلة نصرنا اي ذول بيقول الان الهوانات دي المتواجدين في مدرمان بتحداوا الان الان الليلة اخوانكم خلاص اعلانوا النصر ما هو تاني خلاص اعلان النصر كيف تاني ما هو تاني الانتصار ده كيف هو تاني اعلان الفرحة كيف تاني ما هي دي خلاص انحنا الآن زي الكورة بعد التالليلة يكون فيه فريق قوي لاعب مع كورة مع فريق آخر والفريق دي يكون مبارد تعد كاس والفريق متقدم بثلاثة أقوان وعنده عشرة نقاط والفريق الآخر عنده قون واحد وعنده ستة نقاط وانحنا الآن في الدقيقة تزعين الدقيقة تزعين الفريق حقنا القوات المسلحة متقدمة لحد الآن بعشر نقاط ومتقدمة بستة صفر ضد هؤلاء الهوانات اذا ان دي خلاص ب與 دي علان الفوز وبعد ذا الدولة اللي بتكون لعبة بتكون بتاعها لنا الفوز وتلاحها الفرحة وبعد ذا بتكون بتعد العدة لأعلامة وترفع الأعلام وتجيب بعد ذا ترتب ترتب لأفتاد بتاعاتها وترتب لأفتاد المضيئة وترتب الميادين بتاعت الفرحة والانتصارات بعد ذا ما في حاجة ثاني تاني ما في حاجة خلاص الدعم السريع انتهوا ولوا الدعم السريع الآن انتهى المتمردين الآن انتهوا نحن ما كنا من كاتل في الدعم السريع وحده ما كنا من كاتل في الجنجويد والهوانات الغايد والفريق خلا ما كنا من كاتل فيهم للأسف الشديد نحن كنا من كاتل في تزعة دول كنا من كاتل في الدول التزعة تزعة دول بكامل عتادة وبكامل جيوشة وضباطة ومخابرات العالمية كنا من كاتل فيها والحمد لله رب العالمين انتصرنا عليهم ورب الكعبة انتصرنا عليهم انتصرنا عليهم والله العظيم الآن في اجتماع الآن بتاع مخابرات 4 أو 5 دول مجتمعين مع بعض دارين ينقذ الجنجويد الآن الموجودين على مستوى السودان ودارين يشوفوا خطة بديلة لدخول المرتزقة اللي هم البند السابع دارين يدخلوهم داخل السودان دارين لهم فرقة دارين لهم فرصة الليلة اتناولوا القضايا بتاعت الناس الكتالون مبارح واتناولوا الرسين بتاعت الناس الكتالون مبارح تاعت الدعامة داريني قوى فرصة في الغانون الإنساني والدولي ويحاولوا بقدر إن كان يجرموا به الجيش السوداني الجيش السوداني قالوا نحن بنحاسبهم مش الناس العرضوا ريسين دير نحن بنقعد معاهم ونعمل معاهم تحقيق نشوفون هل هم ذاتهم معاهم نحن في الجيش السوداني مستنفرين أنا واحد منهم أنا كنت راه في عراس واحد منهم أمشوا اشتكوني في الغانون الدولي أمشوا ودوني الياهاي ودوني فيه جرائم عملوها أكثر من العملوها الأمريكان في العراق فيه جرائم أكثر من العملوها الإسرائيليين في غزة فيه جرائم أكثر من العملوها الأمريكان نفسهم على مستوى طالبان وقيره أكبر الجرائم وأخبح الجرائم عملوها في المسلمين على مستوى بوروما وعلى مستوى كل المسلمين في العالم كان بما إلا التنكير والضرب والزل والهوان بعد تجعلنا نحن الليلة يجي يقول لك يا أخي يجي نسغول حرير التغيير يقول لك لا لا يقسلح المواطنين ده خطر علي الطلاق السلحوم والله وعرب الكعبة الشريفة الدولة دي نحن الآن في نهاياتها ويقسم بالله العظيم أن نحن تاني بعد دفع السلم منكونوا مسلحين والجيش السوداني حيسلح المواطنين السودانين في حالة السلم إن شاء الله السلاح ده نضربه في الحفلات إن شاء الله نضربه في الحفلات أنا جول بحبك القنيص أنا وصيتي له أخونا البرهان بعدين دار لي خرطوش دار لي خرطوش أبو خمسة ودائر لي كلا شمكوف يكون مش كلا شمكوف دائر لي بيقول عليش نوين بفايف ودائر لي جيم ثلاثة حتى نطير ده ذاته نضرب من بعيد أخصم بالله العظيم أنا جاي السودان نازل بعد شهر فقط السودان نازلت هنا نزول بحب القنيص ويحب الحفلات إن شاء الله بس سلاح كده نضربه في الحفلات بضربه في الحفلات وكل الناس الشعب السوداني كله لازم يتسلح ما يو خلاصا إحنا بقينا في خطر وبقينا الليلة دارين يجيبوا لنا البند السابع ودائر يجيبوا لنا الهوانات والمرتزغة دائر بتكلموا عنهم وإذا جابوهم اقسم بالله العظيم أنا أقول لهم تموتوا والله يتموتوا في الشوارع لأن الشعب السوداني كله يقع مسلح مسلح بالعلم مسلح بالأفكار مسلح بالقوانين مسلح بالدين مسلح بالأخلاق والقيم مسلح بأي شيء نحن الحمد لله رب العالمين مسلحين تماما والحمد لله رب العالمين دحرنا المتمردين على مستوى المدني وتحرناهم في تنبول وتحرناهم على مستوى البليل وتحرناهم في مدرمان يا أخي الليلة جيش مدرمان ده بكانا أخصم بالله بكانا الليلة يا أخي عندي صحبي في كاريري أخصم بالله العظيمة الليلة أشوفه أول يوم نشوفه بيسلم على واحد من أخوانه الموجود على مستوى المهندسين بشوفه بيسلم على أخوانه من المهندسين بك معاه من الفرح بك معاه من الفرح انتصرنا خلاص الشعب السوداني أفرح والشعب السوداني والسعب السوداني بإذن الله سبحانه وتعالى بعد كده تاني أن احنا الحمد لله رب العالمين الحرب وحدتنا وحدت كل القوات وحدتنا يا أخي الليلة حتى عبدالعزيز عشر جاء ومشى واد يسيدنا وبكى مع أخونا ياسير العظم في جبل طيب أخي ما تتصل في اللحظة ديها طيب أخي دائما تتصل إلا بعد أن أكون شغال الليلة عبدالعزيز عشر الليلة الناس كنا نحن من كاتلهم كنا من كاتلهم على مستوى غير بدارفور كنا من كاتلهم في جنوب السودان كنا من كاتلهم في خور برنقة الليلة الحمد لله رب العالمين كلهم اتوحدوا في غلب رجل واحد وجد رجلهم في القوات المسلحة على مستوى ديسيدنا وعبدالعزيز عشر كلامه كان واضح جدا وكان كلام صريح وكان كلام قوي وكلام زول وطني وقال لا أخونا ياسير العطى قال ما في مليسي بتحكم دولة هو يعلم تماما أنه كحركات مسلحة ما هيحكم دولة يوم من الأيام لكن بوجودهم وبيكفتهم مع القوات المسلحة أضبطوا وطنيتهم وأنا بقول لهم ليكم التحية ليهم التحية أخوانا في العدل والمساواة وليكم التحية أخوانا في الحركة الشعبية وليك التحية أخونا عبدالواحد محمد نور دي الناس لأنهم سياسيين والزول السياسي دايما بيفكر بعقله ودايما بيفكر بالعمل السياسي ما هو العمل العدائي ضد الناس محددة ولا فئات محددة رقم إنه كانوا متمردين لكن كانوا متمردين بشرف كانوا متمردين بشرف وحتى العدل والمساواة كانوا متمردين بشرف ناس الحركات الشعبية كانوا متمردين بشرف أخونا في عبدالعزيز الحلو كان في كاودة لحد القريب لحد حكومة الإنغاز سقطت ما حصل اليوم عبدالعزيز الحلو هجم على أي منطقة بين المناطق ليه والتحية موجود في كاودة بيت طيرانه بيت حاجاته محافظة على المواطنين هناك الناس محافظين مواصلين معاه ما في أي مشكلة في ذلك نحن هنندمج زي ما كنا زمان وحنكون أفضل مما كنا ونكون لحمة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى ضد الإطاري ضد الحرية التغيير ضد الهوانات والشيوعين والمتشوعين ضد أي زول من الجنجويد والهوانات الحمد لله رب العالمين انتصرنا الناس دي للليلة شعروا بالفرقة وشعروا بالمأساة الحقيقية والليلة ياسر موسى هلال ده طبعا ما طلع من فرق موسى هلال ده الإدارات الأهلية ما طلعت من فرق الإدارات الأهلية والأهالي الموجودين على مستوى دارفور كلهم مشوا قاعدوا مع موسى هلال وقالوا لي يا أخي توقف الحرب دي نحن كتلت أولادنا الحرب دي قطعت أولادنا أمقرون دي قبل داريني جيبولاء البوكسي لكن الليلة مقرون بيقت أرملة ومقرون الآن بيقت تاني ما عندها راجل ومقرون الآن تاني زول بدافع عنا ما فيه يا أخي ما تقتلوا باقينا الباقي الموجودين دي الحافظوا عليهم عندنا بسيط أعداد منهم بسيطة موجودين في القرطوم وأعداد بسيطة موجودين على مستوى مدني الأعداد البسيطة دي حافظوا على النسيج بتاعنا ونحافظوا على قبائنا دي ونحافظوا على النسيج الاجتماعي حقنا عشان ما ينقرط وينتهوا كلهم في حرب أصلا هم ما عندهم فيها لا ناقة لا جمل ولا عندهم فيها لا حمل لا ناقة ما عندهم فيها أي حاجة حرب من أجل الياسر العرمان حرب من أجل الأزولي اسم حمدوق حرب سياسية حرب ما عندهم فيها أي حاجة بتدخلهم فيها ولا بد يتدخلهم ولا عندهم بقى علاقة أصلا لا من بعيد لا من قريب الحمد لله رب العالمين ذلك الفضل من الله باقي لهم فقط إسكات الزور المسلم والإسم عبد المنعم الربيع أنا أفتكر إنه مسهلال لو دار يوقف الحرب يوقف لين أول حاجة الخشم بتاع عبد المنعم الربيع ويوقف الزور المجنم والإسم عيسى والدبوك ويوقف الناس دير من النظم القاعدين ينضموه في الفارقة والكرام الفارقة القاعدين يقولوه هم قاعدين خلف البحار وقاعدين موجودين على مستوى الدول الخارجية لو عندهم أي فهم تاني اللي يجوهم داخل السودان البلد دي خلاصة صفت والجيس الحمد لله رب العالمين انتصر والتحمنا الآن في كرنهم عن المهندسين والحمد لله رب العالمين انتصرنا بكل المواقعنا عشان التاني ما يطلع بقى للصراج يقولوه والله كلام ساكت المهندسين دي أنا إحنا جنبها قريب أمشي تصور تاني جنب المهندسين أمشي تصور جنب الإزاعة كذاب أمشي تصور جنب أي محل من المواقع عشان إحنا نوريك البلد تاني الحقيقي بعدها الحمد لله رب العالمين انتصرنا ما بقى إلينا إلا نتكل ظهرنا أخونا البرهان إذا كان عندنا وصية وصياتنا إنه تتكل ظهرك على الصين تتكل ظهرك على الدول الآن إيران تتكل ظهرك على الدول اللي وقفت معانا ودعمتنا ويقفت معانا في محنتنا ويقفت معانا في الحرب لا بد من نتكل عليها ظهرنا لا بد من يكون الترميم عبرها لا بد من يكون بناء المؤسسات عبرها لا بد من يكون إرجاع من امتلكات الناس والمال العام الكام مسروق كله يجي عبرها لا بد من ترميم الخدمة المدنية لا بد من ترميم المؤسسات السودانية كلها بما فيها المؤسسة العسكرية ترميم ما يتم إلا ترميم بتاع بنيان فقط ما دارين ترميم بتاع مناهج ولا دارين ترميم بتاع عقيدة ولا دارين تصحيح عقيدة أصلا لأنه نحن فينا الحمد للارب العالمين القوات المسلحة فيها النوباوي فيها الجعلي فيها الشايقي فيها البديري فيها أي زول من المكونات القابلية فعقيدتهم واحدة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عندنانا عقيدتين ولا عندنا كلام كثير ولا عندنا حاجة بتحكمنا غير القانون الإسلام المعروف والشريعة السماوية جاتنا من ربنا سبحانه وتعالى والبتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر غير ما عندنا أي حاجة ويوم التحية أخواني الكرام أنا قبل طلعت بوستي قصير جدا أتكلمت فيه عن بتنادي القلعة طبعا من المشاهير ونضي القلعة من الأخوات الوطنيات المخلصات ممكن قد تكون الدعم الأساسي للجيش السوداني نمر واحد في الحريمة السودانيات وفي حرائرنا وبتمثل لنا الكنداكة الحقيقية للشعب السوداني ونضي القلعة نحن بالنسبة لنا رابحة كنانية التي كانت موجودة في عهد الإمام المهدي بتمثل لنا مهيري بيتعبوت بتمثل لنا عشرة الفلادية يعني أكثر واحدة وطنية من الفنانات ومن الجانب بتاع الفن الدعمة القوات المسلحة وخدنا للجلعة خدنا للجلعة عشان ما يكون عندك أي مأخص ولا يكون أي مسكة ظهر أبس كلينا بيتك الآن قاعدة تطلع هاشتاغات وقاعدة تطلع في التيك توك وفي قيرو وقاعدة تشك العرش بدون أي ممقدمات وبدون أي مناسبة نحن خلاص شوفنا شكيلة وشوفنا صورته وشوفنا لونه وشوفنا الخلقة اللي داء الله ربنا سبحانه وتعالى هي ما أجمل سودانية في السودانيات ولا شعر أطول واحدة في السودانيات ولا هي أجمل بيت بأخلاقها ولا قيمها ولا أجمل واحدة بيت حتى لو دار تمثل العهر والفحش وقلت الأدب عندنا واحدة سماء يأفر دي من أكثر البنات الفاحشات على مستوى السودان وهي قالت سودانية هي ما سودانية أصلا إذا كان قلت الأدب والعراء والتعري عندنا لازعش الجبل نحن ما ناكسانا بالتاني تصار لنا جديدة تحاول تكسم ظهر الشعب السوداني تتصور وتتكلم وتفك العرش وقلت الأدب والتطاول ده عندك بيتك أمسكيها عليك أخذنا ذلك قلعة وليك التحية نحن والله نحترمك ونقدرك ونقدرك بوقفتك مع القوات المسلحة لو ما وقفتك مع القوات المسلحة إننا فيك ألف راي لكن أي زول يقف مع القوات المسلحة بوطنيته والله نحن والله نحترمك ونقدرك والله نخطك في رأسنا نخطك في رأسنا والله أي زول يقف مع القوات المسلحة إحنا نخطه في رأسنا ونشيلوا والله لو ما شاله عيوننا يشيلوا رأسنا فوق والله نحترمه ونقدره ونحتمره من الوطنيين نمر واحد لكن أقل حاجة قاسم الظهر ولا قشة هزمت الظهر البعير نحن المسألة دي عشان ما تكون لنا مأخذ وتكون بعد ذاك يتناولوها الهوانات ويتناولانا صغل الحرية التغيير يقولوا دي لنا البنات الدعمات للجيش والدعمات إن إحنا الجيش ما بتدعمه إلا سنة حمد العوض ما بتدعمه إلا نضجال عذاته ما بتدعمه إلا أي واحدة وطنية ومحجبة وزولة مدينة وتخاف ربنا سبحانه وتعالى وبتمثل الشعب السوداني ولأفس التوبة السوداني ذا إحنا بالنسبة لنا قيم وبالنسبة لنا أخلاق وإنتي قاعد تتغني عن التوبة السوداني عشان كده أنا أنا بيقول لكي أمسك بيتك عليك عشان ما نردمه ليكي ولا عندنا لا حاجة والله تتردم زي السلام عليكم ويردمه الإنصرافي ويردمه غسان القداني وأخونا وحيد جمال وحيد وكل الأخوان بيردمه ليكي ردم العيش أمسك بيتك عليكي قبل ما تصهر أكتر بدي الآن بدأت تصهر يا دوب كل ما يوم ميطلع على هاشتاك ميطلع على ها فيديو قد يكون فيديو عادي يعني بيشعرها هي ما عندها شعر أصلا لكن قاعدة تطلع بيشعر بسيط جدا وبتحاول بقدر إمكان تتظارف في الفيديو بعد شوية بتحكي العرش نهائيا عشان ما تحكي العرش ترعني من حزر كمنسي من حزر كمنسي ما عندنا أي سودانية من حل من بتة الجيش كرب تاني الشعب السوداني ده بعد ده تاني جيش كوغو بعد ده غيم كوغي بعد ده أمانة كوغو بعد ده صديق كوغو بعد ده إخلاصي أي عمل كوغو بعد ده كل شيء أنحنا محتاجين نراجع نفسنا ربنا قال لا يقير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن لازم نغير بأنفسنا لازم نغيروا في الخدمة المدنية لازم نغيروا في المؤسسات بتاعاتنا الغانونية لازم نغيروا في كل شيء ما تغيرنا نفسنا أنحنا المزألة ده ما بتمشي لقدام تاني حتكون في حرب والحرب ده سبب كلها البلاوي وسبب كلها المشاكل وسبب كلها الحفلات والصاقطات سبب كلها القونات سبب الحروب ده كلها سبب نزقه الحرية التغيير بعد جابولونا اللواط والمخنصين وجعبوهم مساكون منظمة الدعوة الإسلامية بعد جعبوا لنا حمدوك سبب الحرب الأزول الاسم القراء بعد جغير الزاة العلية وصوروا على مستوى كتاب التاريخ بعد جغير لنا المناهج السماوية بمناهج وضعية كلها وربنا سبحانه وتعالى بتلانا بالحرب ربنا بتلانا بالحرب لأننا احنا تكبرنا لأننا فسدنا لأننا بقينا نجيب الهوانات بيجدعوا القروش في القونات الواحد زي أمساسي خلمين الخايب وخايب الرجا وعديما الرجا بيجي بجدعوا القروش في القونات بقينا نجدعوا النعمة نعمة ربنا سبحانه وتعالى نجدعوا في الصعلوقات والصعاليك بتلقاهم الواحد عشان يقول لك فلان دا جخ فلان دا والله مرطب فلان دا شقال في الكرين شف فلان دا عنده ملايين الجنيهات أنا بفتكر أنه أي زون من السفهة بيجدع أمواله على مستوى الحافلات لابد من يكون فيه قانون قوي جدا وقانون رادع من أخواننا في القوات المسلحة دا باعتباره سفيه يقلع منه أمواله وينجلد ويمشي في الشارع عشان يزعر بالفقر ويزعر بالنعمة كانه فيه ويزعر بإنه فعلا كان فيه نعمة والآن كفر بالنعمة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إذا أردنا أن نهلك غرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها الغرية ديان إحنا المدينة بالنسبة لنا لأنه ربنا كان بيسمي مكة أم القرى أم القرى دي مكة أم مكة مدينة من المدن الكبيرة جدا على مستوى السعودية ربنا كان بيسميها أم القرى نحن القرية السودان اللي هي الخرطوم بالنسبة لنا القرية السودان الخرطوم والقرية الموجودة والمدني فسدوا في الأرض وتكبروا في الأرض وبدوا يجدعوا في القونات القروش وبيقوا يجدعوا القروش الفارقة ويمشوا الريحة ويسوقوا الهوانات ويمشوا يشربوا العرقي ويشرب البنكو ويتاجر علني ويعلن الفحشاء والمنكر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحرب وجاب لينا الحرب دي لأنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال إذا أريدنا أن نهلك غرية أمرنا مترفيها ففسغوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرها اتدمرت الخرطون تماما واتدمرت مدني تماما واتدمرت الجنينة واتدمرت نيالة واتدمرت كل مدنك كبيرة بالاستهداف الخارجي وبالهوانات والمرتزغة لأنه ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك وآراد ذلك لأنه إحنا ما قدرنا نحفظ النعمة جابة لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا قدرنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى للنعمة جابة لنا ربنا قالوا لتسألوني يوم إذن عن النعيم الكلام ده ما قالوا ربنا عن فراغ يا أخي سيدنا عبد الرحمن بنعوف كان من أغنى الناس من أغنى الناس من غريش وكان زول الرابع لرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمان بن عوف جاء واحد رسل للصحابة من الصحابة رسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جاء قال لها سيدنا عبد الرحمان بن عوف قال لها رسلني لك رسول الله قال لك تديني شيئا شاء أو شاتين نشرب بين الشاي نشرب بين لبن نضع بين أولاديه شاء أو شاتين الرسول عليه وسلم قال لها مش عبد الرحمان بن عوف وجاء سيدنا عبد الرحمان بن عوف لقى سيدنا عبد الرحمان بن عوف بكوسة درهم في الوطى مش جدعه في قونا ولا جدعه في فنانة ولجدوا في واحدة صاقطة وعاهرة مثال اي افرو في الوططة درهم واحد راح سيدنا عبد الرحمن بنعوف كان بيكس ليه فتشوا جقالي اخي زول ده فتش لي درهم معقول الدينيشة او شاتين رجع جاو المرة التانية لقى سيدنا عبد الرحمن بنعوف عنده شا ماتت من الشياه اللي هي البهايم ماتت وجراها وبيبكي على سيدنا عبد الرحمن بنعوف قال ليه اخي ده زول بيبكي على الشاة الواحدة كيف الدينيشة اهي اتنين الرسول ده بتكلم كيف رسلني ليه المرة التالية التجاو سيدنا عبد الرحمن بنعوف بتو شايلة كاس حق لبن وجايباولي سيدنا عبد الرحمن بنعوف سيدنا عبد الرحمن كفتى لما الكاس طار من البيت الزول قال ليه اخي نسهله بس رسول رسلني ليه نسهله ما شاليه قال ليه سيدنا عبد الرحمن انا جيتك من رسلني لك رسول الله وقال ليه تدينيش ياه دايرا اكل بين اولادي واشربهم لكن جيتك اليوم الأول لقيتك بتكس للدرهم في الوطن واليوم الثاني جيت لقيتك لقيتك زويت عندك شماتت و جريت وبتبكي على اليوم الثالث استيجيتك من شفتاني الضيق تكفتت بتك قال للدرهم الراح في الوطن ده أنا بشيله بدي مسكين بيدخلني جنة بيدخلني الجنة قاله رسول صلى الله عليه وسلم قال أتقل ناره لو بيشق تمرة قال للدرهم ده لو وديته لزول بيدخلني الجنة بعدين الوطن ما عندي منها منفعة الشجر ريته ماتت قال له لأنها ماتت طرحت طرحت وماتت ربنا بيزئني منها يوم القيامة عشان كده أبكي على الحالي أنا يوم القيامة ربنا بيزئني من الشال ماتت دي لأنها ماتت بالطراح هنكي نكون أنا جوحتها عشان كده ماتت وطرحت البيت قال له بعدين تجيت ماشي بثلي تلفتت شافتك إذا كان دي البنات ما نحن الصحابة بتلفتن كيف يكون بنات المؤمنين عشان كده كفتها لكن أبشي شي للغنم ديلك بيرعين أدى الغنم كلها بيرعين وبعد ذلك السيدة عيشة قالت يدخل الجنة حابون ويدخل آخر زور وآخر من يسأل من الصحابة العشر المبشرين في الجنة هو بكون العاشر لأنه ربنا بيزأله من المال فيما أنفقته جبتوا كيف المال ده اكثرتوا كيف المال ده انفقتوا في منه قال له المال الجاي داخل من الشام ده كله في سبيل الله كله كان في الجهاد وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيزئله آخر زور انت ربنا اداك نعمة يا منحالي يا منبت وداك لك عربية فيرويل وداك لك بيت وداك لك عمارة وداك قروش بدل تمشي تتصدق بها وتمشي توديها للمستشويات وتبني لك بها مسجد تتصدق بلع عمرك وتعمل لك بها بير سبيل لله شحاره تعالى تمشي تجدعه في القونات والصاقطات والعاهيرات وتجي دائرة الحرب متقوم في القرطوم كيف الحرب متقوم؟ نحن لا يغيروا الله ما بقويم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن محتاجين نغير في أنفسنا محتاجين نغير في القرطوم محتاجين نغير في ود مدني محتاجين نغير في كوستي محتاجين تغير كامل في الأبيض محتاجين تغير في كل سلوكنا وتعاملنا وقرائتنا للقرآن وحفظنا للقرآن وقرائت أبنانا الصغار للقرآن ونحفظوهم القرآن لأنه أحد الصالحين قال لا أبو قال لي يا أبتي يا أبتي قال لا علمني القرآن والقرآن بعلمني كل شيء علمني القرآن والقرآن بعلمني كل شيء الغرآن بيعلمني الأخلاق بيعلمني كيف نكسب الرزق بيعلمني كيف نتحرك في الشارع بيعلمني كيف نحترم الكبير ونوقع الصغير بيعلمني كيف نحترم القادة كلها بيعلمني لها الغرآن قال لها علمني الغرآن والغرآن بيعلمني كل شيء بدل تعلم أولادكم الغرآن وبناتكم الغرآن تطلع واحدة هي الصاقطة ندى القلعة وبتتصور بشعارة ودار تكشف شعارة وهي ما جايب خبر ولا عارف الدين لأنه ما قروها ليه ما وروها ليو أول ما جاءت الدعوة لرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاءت السيدة خديجة رسول صلى الله عليه وسلم جميلنا القار وجاءت السيدة خديجة قال لا دستروني دستروني زملوني زملوني قال لا لقد أتاني الناموس الأكبر جاءت حاجة ملك حاجة كده جاءتني في الجبل ما عارفة فجأة كده الملك جاء لرسول صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة خديجة السيدة خديجة شالت رسول الله وضعته على يمينه أتراه يا رسول الله قال لا نعم أراه يا محمد قال لا نعم أراه السيدة قديجة كشفت شعارة كشفت جزء من شعارة سبيبة واحدة فقط كشفت الملك طار سيدنا جبريل خلاص طلع من البيت قال لا أطراه قال لا لا أراه قال لا أبشر فإنه ملك وليس شيطان البيت البت شعار كاشف الشيطان الملايكة مبجوه أي بيت في الدنيا دي شعار كاشف ولاف شعار دماش ساكت شايله وناس حاجة يسمى النقاب وناس حاجة يسمى الحجاب وناس حاجة يسمى الدين البيت ده الملايكة ذاته مبجوه لو صلوا فيه مليون نفر البيت الملايكة مبجوه أصلا ودي من الدين ومن قيمه وصول الدين سيدنا عبد الحوان بن عوف في معركة من المعارك وهو داخل بقرة في القرآن وبقرة في سورة فسيكفيكم الله وهو السميع العليم دخلوا عليه المنافقين ناس بشر الكناني ودخلوا عليه عدد كبير جدا من الهوانات والمرتزق دارين اقتلوه والمنافقين وحاول يضربوه بالسيف فحاولت ان السيدة نايلة من تفراغس الكلبية زوجته حاولت تصرف منه السيف صرفت منه السيف وانكشف شعاره السيف نزل في أصابيعه قطع أصابيع الأربعة والسيف نزل في سيدنا عثمان من عفان وشعاره انكشف انكشفت منه حاجة بسيطة جدا سيدنا عثمان مضروب حاول انه يغتلا شعاره قال لا والله ان موتي اهون الي من ان يغفر راسك شعاره عشان كده الهوانات والمبتات والصاغطات القعدات يصهر لنا في التوك توك ديل بقدر امكان اخونا البرهان لا بد من قانون قوي جدا قانون يحد من هذه الظواهر ما دارين الحجاب يتكلم عنه وانصار السنة ولا الحجاب يتكلم عنه صوفية الحجاب تتكلم عنه الدولة وتتكلم عنه القانون ويتكلم عنه الجيش السوداني ويتكلم عنه الشعب السوداني بين الحكومة بالرادع القوي جدا بين القوانين الشعب السوداني ده محتاج لي رادع قوي ومحتاج لي دفع مخالفات قوية جدا الواحد تدوغوا في جلده وتدوغوا في ماله الزولة عنده مال تقيلة بيجدعوا في الهناي ده شيلوا أسجنه ودي السجن الزولة الشبعان مال ده بيجدعوا في القونات وفي السفيات دخلوا لينا السجن وماله ده كله يتصادر منه يمشي للدولة يمشي إن شاء الله لفغراء والمساكين خلوا الناس بعد ده يمشي وعدين يا مشينا سيدة وبقينا من أفضل الدول يا بارينا الفارغة وبارينا الحفل وبارينا الكلام الفارغ نحن الآن قاعدين في دول نحن قاعدين الآن في دول يوم واحد ما سمعنا بحفلة بالطجع في محل ولا سمعنا في نوبة بالطجع في محل ولا شفنا أنصارصن بكورك في محل نحن قاعدين في دولة الآن أنا قاعد في دولة الآن أخصم بالله مشتهي شوف لي أنصارصن بيلبه في الشارع مشتهي شوف لي واحد دقنه كبيرة قاعد يلبه في الشارع يقول للناصر لقاله الرسول قال ما في كلام زيدة مشتاها شوف لي نوبة طقح في الشوارع مشتاها شوف لي واحد ده بيتغني مشتاها شوف لي ما في كلام زيدا ما في كلام زيدا دولة كلها عملية اي زول جاري في عمله اي زول في صلاته اي زول في تغوته اي زول يحترم القانون اي زول ما بيدع قارورة في الشارع ولا بيدع كيس في الشارع الناس محترمين دولتهم محترمين القانون حقهم محترمين حكامهم دولتهم مستغرة ما في اي امن وامان كامل تشيل قروشك تنوم في الشارع زول بيزألك مافي تشيل قروشك في سيارتك زول بيزألك مافي مافي أي زول عنده معاك صنعة أي زول جاري في عمله دي الدولة بتقوم زي الناس ودي الدولة بتقوم بتحترم قوانينها تقل كاميرات موزعة في الشارع حتى بتعمروا في الشارع ما بتقل تقل كاميرات بس كاميرا بالصويرك بتدي المخالفات كلها في الكمبيوتر مافي أي لعب نحن دولة فاكة ودولة ما قادرين نضبط نفسنا لحد الآن حفلات ماشا دي الفنانين المجتمع الفني الناس احترموه المجتمع الصعاليق احترموهم الناس ما عارف الممثلين احترموهم الليلة بيطلع واحد اسمه مؤيد معه واحد اسمه رؤى محمد نعيم من أفضل الناس محمد نعيم سعد زول معروف للناس وزول كان ممثل عنده بيته من حلة من بتة مجرمة جاية بتمثل باعتبار أنه هي عروس وباعتبار أنه مؤيد السفيها الصعلوك أنه راجلة وجاي تقام يطلصقين سوها مع بعض وتهل دائرين الدولة السودانية تمشي لقدام وهم قاعدين في الأمارات بيمثلوا باسم الشعب السوداني انت بقيش شخصية عامة بقيش شخصية عامة معاناها تحترم الشعب السوداني بقيش شخصية عامة معاناها تحترم السودان بقيش شخصية عامة معاناها تحترم القيادة الموجودة في السودان قليت أدبك تنجاب من الدولة الموجودة فيها وتنحل وتنبلدها خلال السودان زيكو زي أي كلب ما في حاجة يسيبه بقي شخصية عامة وموجود على مستوى التيك توك نحن الليلة لو عندنا سفارة سودانية في الدولة الموجودة اي دولة موجودة زي الزولة المجرمة الاسمه ابو احمد الاسمه ابو احمد الاسمه ابو احمد ابو رهب كاتبة ورهب احمد الزولة الخايز ده الزولة الكبيرة الشايبة العايب ده زول عمره اكثر من سبعين سنة شغال يتواصل في التيك توك مع البنيات ويسوي في البنات ورسل ليه معارف الصاروخ الصيني وخاتلاء معارف لباس حق مرة خاتته في رأسه يا اخي ديل عندنا سفارة عندنا سفارة سودانية موجودة الزولة معروف قاعد فياته دولة مفروض السفارة تستدعيه السفارة السودانية السفارة تستدعيه يستلموه عبر كفيل حقه عنده كفيل موجود معروف الزولة ابو احمد ده معروف ساكن وين ومعروف قاعد وين السفارة تعرفه قاعد وين دي ما حاجة شخصية دي حاجات بتسيه للشعب السوداني واي حاجة بتسيه للشعب السوداني مفروض طوال يتقبض يتقبض ويتسجن ويندق وينهان زيه زي اي كلب عشان تاني ما يطلح في التيك توك ويظهر للناس بل اسلوبة الان قاعد يظهر به الزول اسمه ابو احمد الخايب العايب ده المعنده اهل اصلا ده ولا عنده زول قاعد يزال منه ولا عنده اولاد عام وقاعدين يضحكوا عليه الناس وقاعد يتصور بالباسات التنسوان تقعات اللباس في راسه تقاوح المرice بصوير لي دهك وصوير لي دهك ودر أشوف ياخد يلبس هو لشعب السوداني انت كسفارة السفير الموجود قاعد يستمر في جنينتة الملحق العسكر الموجود في الدولة مع السفارة دي بتعمل في جنينتة قاعد بتعمل في جنينتة كانت الشعب السوداني موجود امسا الصاقطين والصاقطات بيبسوا لشعب السوداني بيقوا شخصيات عامة ده ما معروف اسمه منه بتجيبه الان ما موجود قاعدة الان معروف انا محلو قاعد عارفه وين عليك الله بتمنى ان الغنصر الان العسكري الملحق العسكري ولا السفير السوداني الموجود في الدولة الفيه ابو احمد ده اتواصل معي انا سخصيا انا بسلمك محلو ده وين بسلم اقول او بوريك بتضطي محلو وين ازول ده لا يمكن يسيقلين انا احنا كشعب سوداني ده معارف اي افر كل التك توك الملان كل الناس الموجودين في التك توك والموجودين على والموجودين في الواتسابات ولا فينا العالم من السودانين كلهم ساخطين وساخطات كلهم عاهرين وعاهرات كلهم اعوذ بالله داعرين وداعرات كلهم ناس الواحد داري يجيب محاسنه يصور شعره يا اخي بتشعر ما عندها يا خسي بتنظق الله عندي مفروض تخجل على روحها عاملة زي الحمار زي الحمار ما بتشبه البنات زادة اخصهم بالله انا عندي حمار كان بيجبه بتنظق الله عندي قطعة منه ما في مقارنة زادة ولا لا سمحه ولا بتشوفه ولا عندها علاقة ب relatable زائطه先 بعد ما عاملة اصلا لو سمحه كان اتزوجت لو سمحها اي بيت في سودانية قاعدة تظهر في التك توك ده هي سمحه وبيت ناس كان على الاقال بتكونه اتزوجت بتتتزوج على طول الزواج ما جسمهما نصيب الزواج ما قسمه ونصيب الزواج اخلاك كلا المرور صلى الله عليه السلام قال اصور بزاة الدين تربت يدك قال تمكح المرأة لمالا اربعة لي مالها ولا جمالها ولا ولا نسبها ولا هندين لا عندهم نسب لا عندهم جمال لا عندهم لا ولاية حاجة المرأة دي تتكشف لجنوب بتتكشف لأنها عندي نقص في عقله لأنها عندها نقص في شخصيتها لأنها أصلا هي ما جميلة لأنها شينة بتحاول تعمل الفير تعمل الطوبجية تعمل الأحمر عيون تعمل غيره بتصاربها في التكتوك باعتبار أن أنا هذه لكن ما عرضت نفسها يعني كل الحاجات محاسين الموجودة فيها عرضتها في التكتوك فشلت ما بجيها ثاني عريس ولا في زول بتقدم لنا ساقطة ولا في زول بتقدم لها لعاهرة أصلا يعني أسى أنا لو عاقي قال لي شو تزوج آية أفر pian لو آية أفر انت عندها مليارين مليارات الدولارات لو آية أفر انت أنت أغني الناس على مستوى العالم لو في زول قال لي والله الزوج ما يا خليفة ما تزوجها الزوج ما يا خليفة المعروف العالم ده كله عارفة ما تزوج آية أفر انت ظهرتي في التكتوك دعم معناها انت فاشلة وتربيةك فاشلة والزول المربيكي فاشل لان دي تربية الفشل عشان كده عادي جدا بتظهر نحن انت بقي شخصية عامة تحفظ نفسك وتحفظ لسانك انا بتذكر يوم من الايام كان انا عندي والدي والدي في السودان هناك والدي الخليفة البشير ربنا سبحانه تعالى يحفظه وربنا يخليه لنا ان شاء الله وهو الان رائع مسيد كبير جدا وعنده خلاوي الان موجودة في زول جاء طالبنا انا قروش طالبني قروش قال لي يا سين ترى انت بتمسي شخصيتي انا او عادي تمشي تديم من زول ريال واحد لانك انت بتمسيلي انا بتمسي للخليفة البشير بعد يقولوا دود منه دود الخليفة البشير لو انت تمشي تديم من زول جروش ويجينا يقول طالبك جروش المزألة ديتنا بعدين في حقنا ما صحيحة لانه ان احنا قاعدين نكرم الناس قاعدين نكرر الناس الغرآن قاعدين ندى الناس المساكين كونك دائر حاجة تعشيل مننا ابو الحمد لله رب العالمين سري ما زيانا باري اسي الان شقار سري مرة يعني اكتر مني كتير سري سري ربنا شعاته على يحفظه ويحفظنا مال وعيال وكل ربنا يحفظه الحمد لله رب العالمين قال ليه ما تديم ما تديم لانه نحفظ سمعة ابوي المزألة دي كلها انت بقي شخصية عامة بقي شخصية الان بتمثل الشعب السوداني شخصية عامة معناه تحفظ السودان وتحفظ اسم السودان تمشي شعب السودان انت سوداني البس جلابية وزديني ما عندنا مشكلة البس ديك طاقية اتكلم بين خلاقك وقيمك الحصة خلاس وطن نحن خلاس كفانا في الزل كفانا في الهوان كفانا في قلة الأدب كفانا في الحفلات كفانا في الفترة الأخيرة بتاع الناس حمدوك والسجمانين والرمدانين والهوانات ظهروا لينا معارف دكارو ده معارف جوان ده معارف من واحد كده تاني فنان الفنانين كلهم اظهروا عوزي بالله منهم كلهم أصواتهم نية كلهم أصواتهم أصوات نساء كلهم أصواتهم أصوات نساء كلهم متشبهين بالنساء ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا عن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال وعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ديل بتشبهوا بالنسوان انا ما عارف الواحد عقدته شنو عقدته شنو عقدته شنو عشان تبقى مرة دار تبقى مرة ما تصير نفسك في التك توك ولا تظهر نفسك في الفيسبوك ولا تظهر يا خامش ابتلي يا خني حم نعرف واحدين الواحد تققى دقنه قدر الليلة وبكرة تققى مطوي عديل دقنه دي كبيرة جدا وفي نفس الوقت هم من قوم ملوت لكن بيثق بيعمل الحاجات دي بالدس ما بيعملها بالظاهر كده ربنا سبحانه وتعالى أخواننا عينكم ويوفقكم وربنا ينصلكم ونظر ربنا سبحانه وتعالى يثبت أقدام أخواننا في القوات المسلحة وربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله رب العالمين نحن سعيدين كل السعادة بكم خدنا ذا القلعة عليك التحية خدنا ذا القلعة نحن والله نحترمك ونغدرك وخاترنك في رأسنا لكن عليك الله وقف لنا بيتك دي شوية كده لو البيت دي جنة توديها تجان الماحي لو عندها أي مرض حاولي عالجيها خدتها في البيت نحن منحترمها لحد الآن ومنحترمك معها لحد الآن وما دارين نسمع منك إلا خير وما دارين نسمع كل الأخوات الدعمات للقوات المسلحة ما نسمع منهم إلا خير بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ما نحن نقوم نردم والانصرافي يردم وأخواننا غستان القداني يردم وكل الأخوان الداعمين للقوات المسلحة والداعمين للوطن دي القيادات أي زول داعم للوطن دي نحن بالنسبة لنا قايد ما زول عادي ساكد إذا كان الانصرافي غستان القداني أخونا بسيوني أخونا كمان أبو الدهب كل القيادات دينا بالنسبة لنا Burgos ابو رهف اخونا دير قيادات السودان ودير الابناء الشعب السوداني ودير الناس الابناء عن الشعب السوداني وديرنا ناس يدفع علينا عبر المحاكم الدولية عندنا الآن منظمة سمنات اقت العدسة القانونية لجنة قانونية للجنة العدسة شغالين شغل كبير جدا الحمد لله رب العالمين وشغالين فلفلة على مستوى العالم شغالين الآن في القضايا كلها جنائية كلها شغالين فيها بصورة غانونية عشان يجرموا هؤلاء الهوانات المجرمين المختصمين القونا نحن كشعب سوداني كل شعب السوداني قيادات نحن محتاجين انه بقدر ان كان نحترم بعضنا نحترم قياداتنا نحترم دولتنا نوحد صفنا كلنا نوحد قبائلنا الموجودة على مستوى السودان اي قبيلة الان موجودة في حواكيرها ما في اي زولة كالحقزول ولا في زول سرق حقزول ولا في دولة الان جوناس السيطر عليها قالوا حقتنا الشوائق قاعدين في دارهم معروفين في الشمالية في نهر النيل اهن الجعاليين معروفين مع البديريين موجودين في الشمالية اهن البيجا والبنعامر موجودين في شرق السودان اهن الزغاوة والفور وذير معروفين على مستوى غرب دار فور اهن الحمر والكبابيش وذير معروفين في كردفان الاحامد والحسانية معروفين في النيل الابيض اهن في سنار معروفين اي دولة السودان ده ولاياته اي زول قاعد في حواكيره ما في اي مشكلة في ذلك بعد تجي الدولة دي ستكون الناس كلهم بيقعدوا مع بعض بيجيبوا رئيس واحد بمسكه بعد ذلك الولاء بيكونوا من ضمن الولايات ذاتها ومن ضمن الناس ذاتهم ومن ضمنها في اي ما في زول سارق حق زول ولا في زول مياكل حق زول ولا في حاجة اسمها عنصرية ولا في حاجة اسمها قلة أدب وتطاول دخلوا علينا الجنجوين وقلة الأدب دو كلها دخلوا علينا الهوانات المرتزقة جائنا من برنا لكن الحمد لله رب العالمين انتصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين دحرناهم ووديناهم لي الله طقيقا الحمد لله رب العالمين كلهم مشوا ليه الله ومشوا ليه دنيا زال في زال النعمك لايكم التحية أخواني الكرام تقبلوا تحياتي دوما يا سين البشير نلتقي يوم القادل إن شاء الله يوم الفرحة الكبيرة الليلة يوم الحن الكبيرة إن شاء الله وب Dana بك funk文ة في عرصة الأكبر بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة حتى تسمعوا بكثير من المواقع تحررت تماما بإذن الله سبحانه وتعالى وادمدني لسه ما رجعت للنهاية الناس قاعدين في ارتكازات ويا جيش أقدر لكن لحد الآن ما تحررت بصورة كاملة عشان الناس ما تمشي تثيغة بصورة تانية أو يمشي يتكلموا بصورة أخرى إنه الناس دي قالوا حرروا وادمدني يجيك بعد شوية دعامي يقول لك أن نحن موجودين تاني دعامي بصهر ليك ما في لا في آدم عيسى بصهر لا في الجوفاني بصهر لا في عمر جبريل بصهر لا في برشم بصهر لا في قجة بصهر لا جلح بصهر لا واحد من استجمر يماد ديل تاني كله ما في أي واحد من النطيحة والمتردد ديل بصهر ليك ولا بقول لك أن نحن استيطرنا عن الموقع الفلاني المواقع دي كلها الآن في يد القوات المسلحة والقوات المسلحة بسطت يدها تماما على الخرطوم ومدرمان وعلى ود مدني وكماشة كلها وعملنا كلها تحت الحصار ومراقبة قوية جدا الدارفور كلها بقت مراقبة مراقبة قوية جدا عبر الحدود إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ما تسمع عن القوات المسلحة إلا خير ما تسمع من البرهان إلا خير ما تسمع من أخون شبس الدين الكباشي إلا خير ما تسمع من أي واحد من قيادات القوات المسلحة إلا خير بإذن الله سبحانه وتعالى وانتصارات بإذن الله لكم التحية أقواني الكرام تغبروا تحياتي دوما يا سين البشير نلتقي إن شاء الله جزاكم الله خير وبرك الله فيكم وإنساء الله نفتغي يوم قد